من الأقوال إلى الأفعال تنتقل قمة دول بريكس في ختم أعمالها ست دول جديدة دعتها المجموعة للانضمام إليها بعد أن وفق الأعضاء لقد قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كامل العضوية في مجموعة بريكس وستدخل العضوية حيث التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير من عام 2024 قرار جماعي لقى ترحيبا واسعا من أعضاء بريكس لسيما المؤسسين وعلى رأسهم روسيا التي أكدت أن المجموعة لا تنافس أحدا بقدر رغبتها في خلق توازن عالمي نريد أن نبني نظاما عالميا متعدد الأقصاب شاملا ومتوازنا ويأخذ بعين الاعتبار المصالح السيادية لأكبر عدد من الدول هذا سيسمح لنا بتنفيذ أجندات تدعم التنمية مع الحرص على الحفاظ على ثقافتنا مجموعة بريكس لا تنافس أحدا ولا تتعارض مع أي جهة لكن من الواضح أن هناك من يسعى لمنع قيم هذا العالم الجديد المتعدد الأقصاب ويحاول تقويد عمل المجموعة وهو التعهد ذاته الذي صادر عن نظيره السيني تشي جينبينغ بضمان أمن الغذاء والطاقة خلال ترحيبه بالأعضاء الجدد الصين ترحب بانضمام الدول الجديدة وتقدر الجهود المبذولة من قبل رئاسة مجموعة بريكس إن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا ويظهر مدى تعاون دول بريكس مع الدول النامية لتنمية متطلبات المجتمع الدولي بالإضافة إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول النامية وفي قيد التطور رغبة الدول في الانضمام إلى أسرة بريكس تنبع من الأهمية الاقتصادية لذلك الكيان الاستراتيجي فهو يمثل 23% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و42% من سكان العالم وعن طريقه تتم 16% من التجارة العالمية وبالتالي فإن حصول أي دولة على عضويته سينعاكس على علاقاتها مع باقي دول التجمع من حيث التفضيل في المعاملات التجارية وتطوير نظام المدفوعات والاعتماد على عملتها المحلية ما يخفف الضغط على عملات أخرى ولم يقتصر البيان الختمي الذي حمل أسمى إعلان جوهانسبرغ على توسع التكتل فقط بل تعهد بدعم المبادلة التجارية بين الأعضاء بالعملات الوطنية وهيكلة الاقتصاد المالي كما صلت الإعلان الضوء على ضرورة تعددية الأقتاب وإصلاح الأمم المتحدة ودعم تسوية الأزمة العالمية سلمياً